من يقضي حوائج الناس فإن الله يتكفل له بحاجته فقد قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم المسلم أخ المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة انتهى غراس الجنة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ومن قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة وليس في الجنة شجرة إلا وساقها من ذهب كما جاء في الأحاديث النبوية الصحيحة ترجمة نانسي قنقر